انترنت مشاهدين أهلاً وسهلاً بكم في نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية في جديد الحالة الوبائية بالمغرب ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا فقد أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم عن تسجيل 4299 إصابة جديدة بالفيروس فيما تم تسجيل 5 وفيات وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية وأبرزت الوزارة في نشرة اليومية لحصيلة كوفيد-19 أن أزيد من 3 ملايين و184 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس فيما ارتفع عدد الملقاحين بالجرعة الثانية إلى أكثر من 22 مليون و949 ألف شخص وارتباطاً بنفس الموضوع أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الثلاثة أن حالات المتحور الجديد لفيروس كورونا المسجد أوميكرون في تكاثر مستمر مع تسجيل أول حالة وفاة بالمتحور الجديد وتهم حالة الوفاة سيدة مسنة لم تتلقى الجرعة الثالثة المعززة كما عرفت هذه الهيمنة التدريجية لمتحور أوميكرون دخول سبع حالات مؤكدة لأقصام الإنعاش والعناية المركزة وقال منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية معاد المرابط في تقديمه للحاصيلة نصف شهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة خلال الفترة الممتدة من 20 دجمبر 2021 إلى 3 يناير الجاري قال إن المغرب دخل ومنذ ثلاثة أسابيع في الموجة الثالثة من الانتشار الجماعي الواسع للفيروس موضحا أن المعطيات تظهر أن هذه الموجة تتميز بتغير أسبوعي كبير في عدد الحالات إلى قبة البرلمان بالرباط وفي معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بسياسة العامة حول موضوع مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة الاجتماعية قال رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش اليوم الثلاثة إن حجم منجزات مخطط المغرب الأخضر بلغت الطموح المسطر وحققت الهداف المنتظر منه بعد مرور أزيد من عشر سنوات على إطلاقه كوتر تجاري والمزيد من التفاصيل قال رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إن حجم منجزات مخطط المغرب الأخضر بلغت الطموح المسطر وحققت الأهداف المنتظر منها بعد مرور أزيد من عشر سنوات على إطلاقها موضيفا أن المخطط شكل على مدى العشرية الماضية رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروية وأوضح السيد أخنوش في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة الاجتماعية أن مخطط المغرب الأخضر منذ إطلاقه سنة 2008 من طرف صاحب الجلالة نطره الله شكل آلية فعلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في صفوف فئات الفلاقين التي تشكل أساس الساكنة القروية وفيما يتعلق ببرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية وتنمية العالم القروية قال رئيس الحكومة أن البرنامج حقق معظم أهدفها على مستوى لاستهداف الترابية دوليا في فرنسا الحكومة ماضية في تطبيق قانون ملزم لشهادة تطعيم التأكيد جاء على لسان وزير الشؤون الأوروبية والذي أوضح أن الحكومة الفرنسية وضعت الخامس عشر من يناير الجاري كصقف زمني لتطبيق القانون الذي يلقى معارضة كبيرة قمن قبل رافضية تطعيم ومجموعات أقصى اليمين واليسار كونه يسع إلى منع غير الملقاحين من ولوج مؤسسات الاستشفاء تقرير بدرزيو فرنسا ماضية قدما في فرض شهادة التطعيم هذا ما تعهد به مسؤول الحكومة الفرنسية الثلاثاء راغبين بسن قانون منتصف يناير الجاري لمنع غير الملقاحين من ولوج مؤسسات الاستشفاء رغم ما يعترض القانون من عقبات في البرلمان ولحد الساعة تفرض فرنسا جوازاً صحياً لكوفيد تسعة عشر ما يعني أن الراغبين في ولوج المطاعم والمقاهي ومحطات القطارات ملزمون بتقديم نتيجة اختبار سلبية من كورونا أو شهادة تلقيح لكن يسعى القانون إلى جعل شهادة التطعيم الخيار الوحيد لدخول هذه الأماكن العمومية ومنع غير الملقحين بشكل كلي من ولوج المستشفيات ويشهد القانون مقاومة شديدة من رافضية تلقيح ومن الدوائر السياسية لأقصى اليمين واليسار لكن الحكومة التي تملك الأغلبية تدعمه وتسعى لتطبيقه أفادت وكالة البريطانية بأي بأن ما لا يقل عن 28395 مهاجراً غير شرعي عبروا العام الماضي من فرنسا إلى إنجلترا على متن قوارب صغيرة أقلتهم عبر بحر المانش في رحلة محفوفة بالمخاطر وهو عدد قياسي يناهز ثلاثة أضعاف ذلك المسجل في سنة 2020 والذي بلغ 8400 شخص هجر الردي وتقرير التالي ما لا يقل عن 28395 مهاجراً غير شرعي عبروا العام الماضي من فرنسا إلى إنجلترا على متن قوارب صغيرة أقلتهم عبر بحر المانش في رحلة محفوفة بالمخاطر وهو عدد قياسي يناهز ثلاثة أضعاف ذلك المسجل في 2020 والذي بلغ 8400 شخص حسب ما أفادت وكالة الأنباء البريطانية بي اي وزادت بقوة أعداد المهاجرين الذين يحاولون مغادرة فرنسا للوصول إلى بريطانيا عبر البحر منذ شددت السلطات الفرنسية عام 2018 إجراءات التفتيش في كل من مرفأ كالي ويورو تانل النفق الذي يربط بين ضفتي المانش وهما منشأتان كان المهاجرون يستخدمونهما للعبور مختبئين داخل مركبات واستجل شهر نومبر الماضي لوحده وصول ما يقرب من 6900 مهاجر غير نظامي إلى الساحل الإنجليزي بينهم 1185 شخصا وصلوا في يوم واحد في رقم قياسي وشهد بحر المانش في نومبر الماضي غرق 27 مهاجرا سريا كانوا يحاولون بلوغ إنجلترا على متن قارب وطاطي في أسوأ مأساة هجرة يشهدها هذا الممر المائي إلى أمريكا الجنوبية وتحديدا البرازيل حيث أدخل الرئيس جايير بولسونارو إلى المستشفى بشكل طارئ في مدينة ساو باولو بسبب احتمال صابته بانسداد جديد في الأمعاء ناجم عن الاعتداء العليه بسكين في شتنبر 2018 بيان للرئاسة ذكر أن بولسونارو بخير ويخضع للعلاج تفاصيل أوفا في تقرير هاجر الردي بسبب احتمال إصابته بانسداد جديد في الأمعاء ناجم عن الاعتداء عليه بسكين في شتنبر 2018 ادخل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو البالغ من العمر 66 عاما إلى المستشفى بشكل طارئ في ساو باولو وأعلن مستشفى نوفاستار في بيان أن الرئيس في وضع مستقر وأنه ادخل إلى المستشفى للاشتباه بإصابته بانسداد معاوية وأكدت رئاسة البلاد في بيان رسمي أن الرئيس بخير ويخضع للعلاج موضحة أنه خضع لفحوصات مختلفة وقد نشر بولسونارو تغريد على حسابه على تويتر قال فيها إنه وصل إلى المستشفى عند الساعة الثالثة صباحا بعد شعوره بألام حد وأكد الرئيس البرازيلي أنه سيخضع لفحوصات أخرى لتقييم ضرورة إجراء عملية في منطقة البطن وذكر أنه خضع لأربع عمليات كبرى منذ الاعتداء الذي تعرض له عام 2018 أفادت منظمة الأمم المتحدة لطفولة اليونسيف بأن 846 ألف طفل في الفلبين يحتاجون إلى المساعدة بعد أن ضمر إعصار راي منازلهم ويشكل استمراره طول الأمطار الغزير على المناطق المتضررة من الإعصار يشكل خطراً إضافياً من شأنه أن يبطئ جهود الإغاثة تقرير كوثر أتجاري أفادت منظمة الأمم المتحدة لطفولة اليونسيف بأن 846 ألف طفل في الفلبين يحتاجون إلى المساعدة بعد أن دمر إعصار راي منازلهم ويشكل استمراره طول الأمطار الغزيرة على المناطق المتضررة من الإعصار خطراً إضافياً من شأنه أن يبطئ جهود الإغاثة وفي بيان لمماثلة اليونسيف بالفلبين أكدت الوكرة الأممية أن الأطفال يعانون من الإسهال في المنازل والمستشفيات وبالكاد يتعافى أباؤهم القلقون من صدمة فقدان منازلهم وسبل عيشهم وتشير تقييمات فرق اليونسيف بتعاون مع الحكومة إلى أن الأطفال بحاجة إلى مياه الشرب المأمونة والصحة والتغذية والدعم النفسي والاجتماعي والحماية من العنف واستمرار التعليم إلى أرقام العنف بالولايات المتحدة الأمريكية قتل أزيد من 398 شخصاً في البلاد جراء أعمال عنف بالأسلحة النارية خلال بداية السنة الجديدة بينما خلفت أعمال العنف 277 جريحاً حسب بيانات قدمها الأرشيف الأمريكي المتخصص في رصد أعمال العنف بالأسلحة النارية في البلاد مطيئة أكثر في تقرير بدرزيو في الأربع أيام الأولى من السنة الجديدة 398 شخصاً في الولايات المتحدة لقوا حتفهم جراء العنف بالأسلحة النارية بالإضافة إلى أزيد من 277 جريحاً حسب بيانات قدمها أرشيف متخصص في رصد العنف بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة يوفر المعلومات بهذا الشأن منذ 2013 فحسب الأرقام التي قدمها الأرشيف فإن البلاد عرفت تسع عمليات إطلاق نار استهدفت جماعة من الناس قضى فيها نحو أربعة أشخاص في حادث واحد خلال بداية 2022 العنف بالأسلحة النارية يعتبر إشكالاً اجتماعياً مزمناً في الولايات المتحدة والتي لا تلوح أي حلول في الأفق لإيقافها فحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي فإن 17 مليون قطعة من الأسلحة النارية كانت قد بيعت من يناير إلى نوفمبر 2021 وهو ثاني أعلى معدل منذ سنة 2000 في أوروبا قفزت أسعار الغاز أكثر من 30% اليوم الثلاثة بعدما أشعل انخفاض الامدادات من روسيا المخاوف مجدداً من التعرض لأزمة طاقة في وقت تقترب فيه المنطقة من طقس قارس البرودة تقرير بدرزي وأوروبا تقف على أبواب شتاء قارس أسعار الغاز تلتهب بتسجيلها ارتفاعاً جديداً فقد سجلت التعاملات زيادة بأكثر من 30% الثلاثاء وسط مخاوف من انخفاض الامدادات القادمة من روسيا توقعات الطقس سديدة البرودة في أوروبا أسهمت بنصيب في الضغط التصاعدي على الأسعار لكن تدفقات الغاز الروسي المنخفضة هي السبب الرئيسي وتعاني أوروبا من أزمة طاقة منذ العام الماضي عندما أدى رفع قيود كوفيد-19 إلى زيادة الطلب على المخزونات المستنفدة من الغاز الطبيعي وتضعفت الأسعار لأكثر من خمسة أمثال السعر القياسي منذ يناير 2021 فيما ترتب عليه ضغط على المستهلكين والشركات وتهديد للانتعاش الاقتصادي رياديا قدم دانييل ميدفيديف المصنف ثاني عالميا عرضا رائعا ليتفوق على الأسترالي أليكس ديمينو ويساعد روسيا على الاقتراب من الدور قبل النهائي في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين لتينيس قدم الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميا عرضا رائعا ليتفوق على الأسترالي أليكس ديمينو ويساعد روسيا على الاقتراب من الدور ما قبل النهائي في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين للتينيس وظهر ميدفيديف بشكل رائع خلال الفوز بستة لأربعة وستة لإثنين ليتعافى بعد الخسارة أمام الفرنسي وينهي أي شكوك بشأن مستواه قبل بطولة أستراليا المفتوحة هذا الشهر وقال ميدفيديف في تصريح صحفي أنه لم يكن يشعر أنه في حالة جيدة قبل المباراة لكنه تناول مسكنات للألم قبل الحضور ورياديا دائما أعلن لعب كرة المدرب السربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا ليمثلتا أنه حصل على إعفاء طبي للسفر إلى أستراليا وبالتالي المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربعة الكبرى المقررة في ميلبورن من السابع عشر إلى ثلاثين من يناير الجاري تقرير بدرزي نجم كرة المدرب العالمي نوفاك ديوكوفيتش يؤكد مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتينس المصنف أول عالميا قال عبر حسابه في تويتر إنه حصل على إعفاء طبي للسفر إلى أستراليا وحام الشك لأشهر عدة حيال مشاركته في أولى بطولات الجراند سلام بسبب رفضه الإفصاح عما إذا تلقى اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19 من عدمه حيث كان قد أعلن في أبريل 2020 معارضته التطعيم الإجباري الذي كان وقتها مطلوبا للسئناف اللعب وتعتبر أستراليا المفتوحة هي بطولة الجوكو المفضلة فهي الأولى له في ألقابه العشرين في البطولات الأربع الكبرى عندما توج بها عام 2008 كما أنه لم يسبق لأي لاعب أن توج بها تسع مرات أبي أخبار ديوكوفيتش ننهي هذه النشرة تفاصيل أوفعنا أخبار المغربي والعالم تجدونها ومشاهدين على موقعنا الإلكتروني اشتركوا في القناة